السلام عليكم ورحمة الله يقول صديقي يعيش هنا في فرنسا مع أوروبية في منزل واحد وأنجب طفل وهي لم تسلم بعد ماذا تقول في هذا وتحدث معي بالدارشة انتهت الصديق انتعكي لفرنسا يعيش مع أوروبية في بيتي الزواج بالمسيحية واليهودية جائز لكن هذا رغمها المرأة المسيحية والأوروبية يجتمعان تحت سقف واحد بلا زواج معنى هالعلاقة انتعو الآن مع هاد المرأة واسموني هي زينة هي زينة وجابوا معهم وحد الطفل أنجب طفل وهالطفل مجاشي طريق شرعي إذن هو هذا الولد ماشي شرعي هو ولدهم لكن ماشي شرعي سألوا الله العفوة والعافية وهي لم تسلم بعد لإسلام تحميها مناش اللي همنه هو لو كان زوجها لأن الشرع يبيح له أن يتزوج المسيحية لو كان عما سيدي دار الشروط متى صحة العقد تمشين عما سيدي تكون عندها والي ويخطبها ويتزوجه يكون قابل والإيجاب ويكون والي ويكون عما سيدي الشهود ويكون الصداق ويكون معروفة باللي زوجته باش الولد اللي يزيد عنده كيكون ولد شرعي هاد السيدي يخصتو يمشي باعد على هالمرأة واحدة ربع شهور إلا أبغاء يا كي لا شافها تصلح ربع شهور ومن بعد يتزوجها يتزوجها يجيب من عما سدي واحد والي ويكون القابل والإيجاب ويكون الشهود ويكون الصداق ويدين واحد العشاء باش يشهدوا معنا أنها زوجته لا ينبغي أن يتماد ويستمر في هذه العلاقة الغير شرعية هذا رح حرام هذا رح مصيبة هذا رح زينة والزينة يهتزول له عرش الرحمن يا ولدتي واسمورك ودير الله يهديكم يلسلي خمم بايل نرى غديد لقى الله تبارك وتعالى أتحب أن تلتقي الله تعالى وأن تزاني نحونا قلها صاحبك هل علاقة ينبغي أن تتوقف ينبغي أن تصحح لأن تصحح اليوم خير من أن يفاجئك الموت وتلقى الله تعالى على هذه المعصية الكبيرة التي تتماد فيها الله يتوب على شبابنا والله تعالى على وعلم يا رب ترجمة نانسي قنقر